موسيقى متابعي سبوتشات حلقة جديدة من برنامج وجهة نظر تنطلق بهيد الأسناء وباستضيل فيها المرشح عن المقعد الأورتوكسي في دائرة المتن نجلة الوزير السابق الياس المور المرشح الشاب ميشيل المر أهلا وسهلا فيك معنا اليوم عبر سبوتشات مارسي على الاستضافة الحلوة كيف تحضيرتك للانتخابات النيابية؟ مثل كل معركة انتخابية تحضيرات يومية مبدأ متابعة مبدأ دقاء وعم نشتغل بضمير مع الناس اللي هو هذا أهم شي يعني بعد 37 نهار تقريبا الموعد المنتظر وجميع اللبنانيين رح يروحوا على صناديق الاقتراع ويصوتوا أول شي حضرتك شاب مبتشبه غير الشباب اليوم قسم كتير كتير كبير من الشباب هاجر وترك لبنان لماذا حضرتك قررت بهذا الظرف تبقى ومش بس تبقى في لبنان أنا ما تشارك بالانتخابات للحقيقة أحد الأسباب الدافعة أنه أترشح الانتخابات هي الهجرة أنا متمسك ببلد ووطنيتي منا قادر سافر ولا هاجر ولا عيش برا وأنا عم بترشح الانتخابات لخوض المعركة لنقدر نرجع الشباب نقدر نقناع لأنه اليوم إذا أنا بدأ أحكي مع أحد نقنعه ما في أي سبب أو مبرر أنه يبقى فيه هو هنا لهذا السبب أنا عم ناضل أنه أبقى في لبنان وهذه المعركة هي حتكون مفصلية خاصة بموضوع الهجرة لنقدر نقنع هالشباب يبقوا هنا أدي هذا المجلس بحاجة لهيك نفس شباب لك وروح شبابية بز العمل السياسي هي بحاجة روح الشبابية لسبب واحد سربدة ديناميكية جديدة يأمنوا هذا الشي إن كان أنا أو غيري كمانا من ورشحين وليش قررت النيابة أنك تدخل هذا العمل السياسي لأنه النيابة هي بالآخر السلطة التشريعية اللي هي بدأ تكون عم بتراقب السلطة التنفيذية اللي يفتقدناها بآخر كم سنة بقى لهذا السبب أنا لقيت حالي هنا بقدر أكون عم فيد المتن بصورة خاصة ولبنان بصورة عامة أكيدة بهذا الاتجاه هكي ميشيل المور كيف رح تقدر تكون نايب مبتشبه غيرك من النواب نايب شاب يعني إذا وعد رح يقدر يوفى بالوعود اللي رح يعطيها للمتنيين ولا للبنانيين أنا ما رح أحكي عن غيري رح أحكي عن نفسي الوعود اللي رح أعطيها هي وعود واقعية مثل ما وقت قلت نهار أعلان اللايحة أنا رح كون حد الناس ومع الناس بأي ظرف إن كان بقى لهذا السبب عم كون واقع أنا ما عم بيع الشعرات هي المطلوبة بها الأيام ماذا برنامج على الانتخابة؟ برنامج الانتخابة هو خين قول قسموا أنا بكذا الشق إن كان سياسي أو اجتماعي وغيرهم كمانا بس خين بلش بهذا الشقين هن أهم شيء على الشق السياسي كمانا مثل ما قلت عم نزهقك هلا بس لناها نهار أعلان اللايحة إنه في عنا فريقين بها البلد كل واحد منغلق عن نفسه عم بيشتغل لمصالحه الشخصية والسياسية نحن كمستقلين وكناس بتآمن بخط الاعتدال قادرين نحن نقرب وجهات النظر ونخلوهم هالأحزاب وهالأطراف السياسية تكون منفتحها على بعضها شوي بالإطار السياسي أما للنسبة للإطار الاجتماعي اللي هو بعض أخطر كمانا الدولة مانا موجودة أنا كمرشح وكناشد سياسي وكل الناس مش بس أنا كمان نحن لبنانيتنا ووطنيتنا بتجبرنا نحن نكون واقفين حد الناس بقى هذا على صعيد الاجتماعي وعلى صعيد السياسة نحن مهم نقرب وجهات النظر ونخلي هالإنفتاح يبين شوي لأنه كل الناس منغلق على بعض الفترة وكلهم عم نشتغلوا لأهدافهم الشخصية نحن بدنا نقرب وجهات النظر لنقدر بلش نبني نرجع نعيد بناء الدولة خلا نقول فكرة التوريس السياسي في لبنان هي فكرة هيكة بتخلق أشكالية أو مشكلة إذا فينا أقول والبعض يعني بينتقد البيت يلي فيه توريس سياسي اليوم حضرتك جاي من باكراوند سياسي من بات سياسي من بات المور جدك الراحل الرئيس ميشال المور واباك الوزير السابق إلياس المور لو ما كنت أنت من ابن بات سياسي كنت تقدمت بهذه الخطوة أولا لنبدأ بالعنوان الأريض أنا ما حدا نجبرني إطاعات السياسي ولا حدا نجبرني إطاعات السياسي أنا عم بإطاعات السياسي لأنني مأتنع أنه لازم شاب مثلي يكون موجود بالمجلس ليقدر يسهل قليلا هالطاعات التي تحكي كافية من قليلا أما نسبة للتوريس السياسي أنا هادا الكلمة ما بحبه منا مبنية على أي معطى موجود بالمعنى الانتخابة النيابة الناس هي اللي بتقرر إذا هي اخترتنا مثل ما قلت هذا شي بيشرفني بس أنه أنا اليوم ما تعينت نياب أنا عم خود المعاركة مثل مثل غير والناس هي اللي بتقرر بالآخر يعني اليوم لو ما كان بيك الوزير السابق اليسر موركن كمانا أقدمت على هذه الخطوة أكيد لكن أنا ربيان ببيئة سياسية بتتعاطة سياسية يعني هذا يجب يكون أقام الإجابة ليس سلبة عند الناس لكن أكيد أنا طمح له وأنا بحبه كمانا مش بس لأن عائلت هي بتتعاطة سياسية تاريخيا أنت طرحت الفكرة على والدك ولا العكس الدوانة الموضوع مش بس أنا والوالد العائلة كلها شو كان دعم العائلة طبعك أم جواب والدك كان دعم مطلق لأن العائلة كلها صارت مقتنعة أنه نحن هالبلد بحاجة لدم الشباب وضخ دم جديد لهذا السبب وهالظروف خاصة طالبة هذا الشي بقى كانت أنا الحال المناسب ما قالوا لك أنه كمانا السياسة بديب وجعة راس نحن بالعكس اللي بيحب السياسة وبيحب يكون نواقف حد أهله ما بيعتبرها وجعة راس بيعتبرها مسئولية إيجابية يلي بيتابعك دائما على مواقع التواصل الاجتماعي بيعرف أنه أنت ميشال المر هالقد متعلق بجدك الرحل الرئيس ميشال المر أيضا شو الوصية اللي عطيك يلي رح تكمل في حال فز بهذه المعركة الانتخابية الوصية اللي عطينا هي اللي قلت أنا نهار أعلان اللاحة أنا حد الناس ومع الناس وللناس مش بس اليوم اليوم الانتخابات هي نهار بالآخر بده يقطع 15 أيار الشغل كمان بده يكفي من 15 للإستحاء اللي بعض واللي 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 والسنين الجايين كلها سوا وسيطه كانت ما تترك الناس وكون دائما وقف حد البعض يعتقد أن هذه الانتخابات لن تجرى في 15 أيار في الموعد المحدد علما معنو كل المؤشرات تظل أنه مبلغ الموعد ثابت ورح تنعمل اليوم حضرتك مؤكد أن هذه الانتخابات ستجرى في 15 أيار بأخرة النهار بالسياسة وخاصة باللبنان معقول كل شي معقول خانقول بس بحكم أنا تعطية بالجريدة وبتابع اليوميات بالسياسة بعد ساعة ممكن كل شي يتغير لأنه في لبنان كلنا منعرف في أوقات بيصير في ظرف بيصير في شي بيغير المعايدة اللي كل سوا بس لحديث اليوم الانتخابات طائمة نعم ولكن الحديث دائما عن هذه الانتخابات مش رح تجرب الموعد المحدد ما بيخفف من عزيمة المرشحين يعني بيبطلوا يقبضوا الانتخابات جد أنه يمكن ما تصير هيدا الانتخابات لشو نتعب هلأ أنا بحكي عن نفسي أنا ما عم فكر بس بالانتخابات عم فكر أنا بشغل الشأن العام وشغل السياسة شغل السياسة واحد بيشتغله بغض النظر إذا كان فيه انتخابات أو لا بقى لهذا السبب أنا شغلي ما بيتغير إن كان فيه انتخابات حضرتك برشح بالمثن بالدائرة التي تشتد فيها المنافسة السياسية وفيها وجود وازد لأغلبية القوى المسيحية والحزبية اليوم أين هي مجموعة معن أقوى في ظل هذا الوجود للأحزاب القوي مجموعة معن أقوى هي لاحة متنية قوية موجودة بالخط الوسط الاعتدالي لا به الجهة ولا به ديك فعلا نحن على مسافة متساوية من الجميع لأنه نحن فعلا طمحين نعيد بناء الدولة لنعيد بناء الدولة نحن نكون على مسافة واحدة من الجميع ونكون نحن مآمنين فعلا أنه الكل يشتغل بضمير لنحسن وضع البلد على من ستراهن مين سينتخب ميشال المر الزعلان من الأحزاب النائم عليهم نحن ليس نبارح لكي نتعطع سياسة أولا كعائلة وأنا كشخص يعني بضعت أشور كثيرة عم بتعطي سياسة لهذا السبب أنا مراهن على محبة الناس وعلى اقتناع الناس بخط الاعتدال ليش ما تحلفتوا مع القوات اللبنانية أم حزب آخر ليش أصريت على القوات القوات اللبنانية الكتائب لا بأخيرة نهار الانتخابات خاصة بهالقانون النسبة هي حسابات بسيطة لا مبادئ سياسية ولا شي هي فعلا مبنية على حسابات نحن اقتنعنا بالاتحالفات اللي عملناها أنه أكتر شي بتناسب الحلفاء طبعونا نكون سوا وأكيد الأحزاب أنا بفهمهم بآخر النهار أنا المرشحين الحزبيين طبعونا بدون نشحوهم إذا أنا كنت موجود معهم كمان أنا معقولي شكل إحراج كل واحد ناسبوا هذا الشي اليوم أي حزب أقرب إلى ميشال المر ما في حزب معين تتفق معه أنتوا بالمبادئ أنا اللي بيقوليك يا أنا الحزب القريب اللي بيكون الحزب اللي هو فعلا ما آمن أنه يحط إيده بإيدنا لنرجع نبني الدولة حياة لحزب أي كان هو مقتنع بهذا الشي وشايف وجع الناس أنا مستعد أتعيوهم معهم اليوم شو هنا اللوائح اللي بيشكلوا لائحة منافسة للليحة طبعكم بالمثل مثل ما قلت لك بأنون النسبة بالآخر هي قصة حاصل بقى حيالا الليحة عم تباطح لجيب الحاصل هي بتكون منافسة لنا بس هي منافسة انتخابية يعني بآخر تنهار مش هي سياسية استطلاعات الرأي والدراسات الانتخابية اللي عم تعملوها شو عم بتبين لكم أنتوا بتعرف المكانة طبيعتنا دايما بتكون صايبة الرأم جيد جدا فينا نقول الجو منيح وبسطعش أيار بإذن الله بعتاءة سيئة الناس راح تبين شو أول مشروع راح تشتغل عليه في حال دخلت القبة البرلمانية قلتلك أول مشروع على مستوى السياسي هو نجا نقول عدو لنقرب وجهات النظر مجبورين نقرب وجهات النظر لأنه في عامل الناس كمان عم تجهلوا في كتير بلدان بحكم تعاطية بالجريدة بيصلي معلومات وبيخبرونا في كتير بلدان عم تتعاطى باللبنان عم تنتظر الانتخابات لتشوف هي شو الرواسب اللي حتكون بعد الانتخابات اللي يتصرفون على الأساس إذا حيوقفوا حد هذا البلد أو لا بقى لهذا السبب لو ما تغيروا الوجوه اللي موجودة بالمجلس لأنه أنا بعتقد وعم بعطيك شوية جوان استطلاع الرأي لعني أنه التغيير بمعنى التغيير الناس متوقعته ما رح يكون موجود بالنسبة كبيرة ولكن أنا متأمل لأنه يكون في تغيير بالسلوك وطريقة التعاطى عند هالناس اللي بيتعاطوا بشأن العام وبالسياسة لأنه أعطي شوية تأمل بس لهالبلدان اللي بيتوقف حدنا وهالدول بيتوقف حدنا اللي عم تراهن على لبنان يكون رهانا محل مضبوط أنت مع تعديل القانون الانتخاب أنا أقول لك بأخيرة النهار هذا القانون الانتخابي أمر واقع بدنا تعيش فيه وقد شفتنا بالألفين وثمانتاش في عنا محبة من الناس والناس حتى سيقتها بالخط الاعتدالي طبعنا بس بذات الوقت ببعض المناطق كمانا خاصة بالمقاعد اللي فيهم كرسي واحدة مش تنين وثلاثة واربعة عم يكون شوية ظالم عن بعض الناس لأنه هذا ما بيعبر 200-300 صوت وينجاح هذا ما بتكون نحن عم نعبر عن رأي الناس الفاعلة لأنه هي الانتخابات تعبير عن الرأي وأناع عند الناس طب هم أننا أناع وقت يكون فيه ناس عم تنظلم بس بآخر تنهار برجاء بيقول لك هذا أمر واقع ما نتعيش فيه وعم نخل الانتخابات على الأساس اليوم في عدد كتير كبير من اللبنانيين يقسوا من الوضع في لبنان لا يريدون أن يشاركوا في هذه العملية شو بتقولون اليوم شو بتقول لكل شخص مستقيل من المواطنة ومن هيدا الحسب لأن أنا بخمسة عشر أيار مش رح رح يحصوت أنا بقوله اليقص هو أخطر شي لأنه وقتا نحن نيقص بنكون عم نستسلم وعم نسلم جدل إنه خلص هيدا أمر واقع بنا نتعايش فيه أنا عم بقول للناس لأ بدكم تنزلوا وتعبروا عن رأيكم أي إن كان لأنه بأخرة النهار فعنا الندامة ما بقى يفيد لأنه هيدا آخر فرصة لنجرب نعمل نحن علامة إيجابية بمصير البلد بقى أنا بقول للناس شو ما كان انتمائكم نزلوا صوتو والمتنيين يلي بدهم ينتخبوا ميشال المور شو بتكتقل لهم أنا المتنيين رح قللون أنا حدكن ومعكن وقلكن متل ما كنا دايما رح نبقى اليوم هل تدعي لنزح سلاح حزب الله موضوع سلاح حزب الله عم بيتداول بكذا محل وفي ناس عم تستعملوا كمان للشعارات السياسية أنا بقول لك بصراحة هذا موضوع أبعد من السياسة هذا موضوع مرتبط بالدول الخارجية وقتا هن يتم اتفاق بياناتهم على بعض البنود بعتقد هذا الموضوع حنلاقيه بلشت حرحل تلكياً اليوم لماذا لم أتم أتحارف مع قوة من الثورة من أقول لك بالعكس معنا نحن خمسة من المجتمع المدني معنا باللاحة معنا الست رندة عبود ناشطة بحقوق المرأة معنا الست لايب وشاية كانت كل يوم متواجدة بـ 17-20 على الأرض مع الناس وعم تتفاعل مع الناس عنا الست جويس جمال أحد الكبار بالصناعيين وعمل بهالشق كمانا ومعنا العميد المتقاعد مارون أبو ديوان يناضل بحقوق الزباط والعسكر اللي طار جنة عمرهم بالبنوكة وضحوا لهذا البلد ومعنا الاستاذ مانون رزق الله كمانا كان عنده معمل كتير كبير تضرر من وراء السنين اللي قطعت من وراء وضع الاقتصاد ووضع السياسي بالبلد نحنا معنا مجتمع مدني بالعكس ونحنا مفخورين كمانا وين الثورة اليوم ليش بطرد على الطريق برأيك انا برأيك صار في بعض الناس يقصت مثل ما كنت بقليك لهو شي جدا خطر وبعض الناس مثل ما شفنا نحنا شوية سياسة السورة انا مستوى شخصي كجريدة كنا منتابع السورة وكنا اكيد احد رؤوس الحربية بديفعنا حقوق الناس اكيد وقت يصير في شغب على الارض وبعض الناس ارزائها مخصن هنا كان بالموضوع كله يتضرر انا ضد هالشي انا ما اعطى بيا الرأي وما حقوق الناس ولكن كمان بدنا نعرف نعبن عن رأينا بطريقة نقدر نوصل الفكرة وفعلا نكون عم نطلب شي منطقة وهذا الناس كنت عم تطلبه اقل من اقل بكتير من اللازم يكون عم ينطلب بس بنا نبلش من محل بس برجع بقول كمان ببدي يكون عم بنبنى بطريقة حضرية وبطريقة فعلا سلمية بدون شغب تطلعات الرأي الانتخابية اللي تعمل هلأ وبتزيد هلأ مع اقترام وعد الانتخابات النتائج تظهر ان الاحزاب راجعة الى هذا المجلس يعني مش رح الديفرانس مش رح تكون كتيرة الكتل زيتة وحجمة زيتة يعني وين التغيير اذا نحنا اليوم انتخبنا زيت السلطة واجهو زيت احجم الكتل شو بيكون التغيير التغيير الفعلي اذا ما رح يكون بالوجوه الموجودة يكون بالسلوك مثل ما قلت لك وطريقة التعاطي اذا بدنا مثل ما قلت لك نكون منفتحين على بعض فينا نبدأ نبني ونرجع نحسن وضع البلد مش ضروري يكون التغيير هو بالاسم او بالشخص لانه لسوق الحظ حتى الناس اللي كانت تنادي بالتغيير طلع بالاخر كل هدفة يجوا يقعدوا على الكرسي اللي كانوا يتهموا دعنا نسميها ما يسمى بالسلطة بوقت انه هن عم بيعملوا هيك بقى لهذا السبب اذا ما رح يتغيروا الاشخاص لانه يتغير طريقة التعامل والسلوك بمجال السياسي ساعتها بعتقد بلش نشوف بوادر تحصن يعني بالوضع العام برأيك بعد 15 ايار شو السناريا اللي بينطر لبنان انفجار ولا انفراج هذا السؤال فعلا الناس عم تسألوا كتير وكلمة قادمة يعني عندي يوميات انا مع العالم بيعدوا معنا وبيسألونا هذا السؤال انا رح وصف امر الواقع وباخير تنهار الناس انه هي رح تصوت هي رح تقرر متل ما قلتلك باول الهلق من شوية انه في بعض الدول وبعض الناس اللي عم بيتعاطوا بمراف لبنان منتظرين الانتخابات اللي يشوفوها على اي اساس بدون يتصرفوا اذا الناس قرروا انه ما يغيروا انا بقد باعتقد وخاصة بعدم وجود استقرار اقتصادي باعتقد رحين نحن على مرحلة خطرة هيصير في فوعة وحيصير في انفجار مثل ما سمعت واذا كان في شوية من التغيير لانه بطريقة السلوك لا في بوادر تحسن اكيد بس هذا الشي كمان مش بس مرتبط بهالفترة مرتبط بما بعد الانتخابات بطريقة السلوك والتعامل من بعض الناس اللي عم تطعط السياسة في الوقت الحاضر بعض الاحزاب وبعض المجموعات عم ترتج الى ترش المواطنين اللي بدون ينتخبوا اليوم المواطن اللي بيروح وبيكون بحاجة لهذه الرشوة يولام انه اخذ الرشوة لا ينتخب هلا اساسا كلمة رشوة انتخبية او انجوعة وقدم هي كانت متضايقة مش لازم تبيع مبادئة لأي شي لازم يروحوا يصوتوا اناعتهم ومن ورا هالاناعة وانا بفهم الناس وعم شوف الناس فعلا في ناس بحاجة وناس كتير تعبين وضع ولكن لازم ينادلوا شوي يقطعوا المرحلة لانه لبعض الانتخابات لانه وزع فعلا صوتوا واناعتهم لابد يكون في تغيير وتحصم الوضع شو الوجع اللي بتسمع لبي جولاتك وجلساتك مع الناس انا هذا الموضوع ما بحب احكي فيه على الهواء ولكن بعتقد لازم الناس تعرف رح اوصف لك صورة واحدة وانت هم تفهم والناس ان شاء الله تفهم خاصة بالجبل بعتقد كل العالم شافت هالسنة كان في سقعة وتلاج وكلها ودولة ببعض احد الضيعة الجبلية كان فيه مرخ تيارة عم بتنام بالمطبخ لانه بتقوم دورة الغاز وما عنده حطب او مزور تتدفع بقى لهذا السبب انا بس بتوصف هذا المنظر للناس وهذا المشهد المبكي وهنا يقيموا الوضع ساعته فيديو مصور انتشر لقلك عبر مواقع تواصل اجتماعي بتظهر في انت ونازل هيك على الدرج ومحارب بمجموعة من الاشخاص امول ايامي عليك رواد مواقع تواصل اجتماعي انك مرشح من هلأ ما بيمشي الا مع رجاله كيف تريد على بتعليق هيك سريع اولا بغض النظر اذا انا مرشح او لا مش لحد علمي انسان ممنوع يمشي يكونوا اصدقاء وحده ولا تضيعته اللي صار هو ناخد هذا الفيديو ونكبع المواقع الانستغرام وهيك يعملوا دعاية وكذا بس هو الامر الواقع هو مش هك نحنا كنا عمنا نعنون اللايحة بالعمارة والعمارة معروفة بمكاتبها وبطريقة سلوكها وبالناس اللي فيها نحنا نزلنا كفريق عمل نستقبل ولاد الجبل اللي نازلين يحضروا أعلان اللايحة اليوم تنكة البنزين عم تتخطى الـ 500 ألف بعتقد لأنه فينا قامل وننزل سلم على الناس وتشكرهم لأنه أجوه يعني إذا بدين تقضون على الشغلة ماشي الحال من سامحون مين عم يهدف لتشوي هاي لأنه صورتك ما بعرف طعب في كتير محبين بالفترة فترة انتخابات بعتبرها شي طبيعي أنا بس اللي أنا ما بفهمو أنه في ناس ميت الجوع وفي ناس ما معا تاكل وفي ناس ما معا الطعم ولادة وتنكة البنزين فوق الـ 500 ألف طون المزوط يتخطى ألف دولار بسوق السوداء ونحن اليوم جايين نقعد نعلق عشاب منازل يستقبل ولاد ضيعته بعتقد هاي أحد أسباب انهيار البلد لأنه الناس تركيز بمحلات مش مزوط يعني قبل الختام بديك تتوجه لمتابعينا كلام نزلوا صوتوا شو ما كان انت مائكم السياسي نزلوا صوتوا ولا المتنيين بصورة خاصة أنا حدكن ومعكن وإلكون وخدت الاعتدال إذا وسقتوا فيه مثل ما كل حياتكم تسقوا فيه رح نجرب نطلع هالبلد من الأزمة انحنا موجودين فيها اليوم على أمل أنك تشوفك هايك نايب بالمجلس وتكر صبحت انه الشباب يتشجعوا ويخدوا هذه كانت حلقتنا اليوم مع المرشح نيشال المور شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء